أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيانة رئيس الدولة حافظه الله اتصالا هاتفين اليوم مع أخي جلالة الملكة الملك محمد السادس عهل المملكة المغربية الشقيقة هنأو خلاله والشعب المغربي الشقيقة بصعود الفريق الوطني المغربي لكرة القدم إلى الدورة نصف النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وأكد سموه خلال الاتصال أن هذا الإنجاز التاريخي الأول لفريق عربي بث أجواء الفرحة والبهجة وأكد قدرة أبناء المغرب على المنافسة الحقيقية في البطولات الكبرى وأشهد سموه بالأداء المتميز للفريق المغربية وما أبدوه من عزيمة عالية وإصرار كبير على تحقيق الفوز وما أظهره من أخلاق رياضية رفيعة متمنن الفريق المغربية التوفيق في المشوار المتبقي من البطولة